فقواعد الحديث هي التي أتابعها المحدثون وفيها دقة بالغة وحذر شديد من إضافة أي شيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد التيقن من ثبوته أو الظن الغالب وذلك لتحذيره هو من الكذب عليه فإنه قال من كذب علي متعمدا فليتبقى مقعده من النار وقال إن كذبا علي ليس كذب على أحد فمن كذب علي فليه لشي النار وقال من يقل علي ما لم أقل فليتبقى مقعده من النار فلذلك كان هذا التحذير الشديد دافعا للمحدثين للتدقيق في سنته وقد دققوا فيها تدقيقا بالغا حتى لم يمكن أن يقع فيها وضع أو كذب عليه إلا كتشف وقد قال ابن المبارك رحمه الله لأن رجلا هم من الليل أن يضع حديثا على رسول الله يصلى الله عليه وسلم بالصين لأصبح الناس ببغداد يقولونه لأنه كذب وضع يفضحه الله نعم يفضحه الله ولذلك قال العراقي رحمه الله في الألفية فقيض الله لها نقادها فبيّنوا بنقدهم فسادها إلى حديث المضوع فبيّنوا بنقدهم فسادها فوفقهم الله سبحانه وتعالى لهذه القواعد الدقيقة التي لم تشهد البشرية مثلها فيما يتعلق بالسنة دعينوا بنقدهم كذب لتعالى